مصفوفة من الأزمات تضرب العاصمة المؤقتة عدن لكن أبرزها انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يضاعف من متعب الصوم في ذل ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف خصوصا في نهارات شهر رمضان رسالة نجال المسؤولين ومدراء الكهرباء يعني يتحملوا المسؤولية الكاملة بانقطاع الكهرباء وخلال شهر رمضان المفروض أن تكون كل شيء متوفرة لدى المواطن للمرة الأولى تشهد مدينة عدن انقطاعا متواصلا للتيار الكهربائي حيث تتجاوز ساعة الانقطاع 15 ساعة بسبب نفاذ الوقود المخصص كما يقول المسؤولون لجد سكان مدينة عدن حالهم بين كماشة الصيف وغياب التيار الكهربائي ما نقدرش نتعب يعني نشأل نصوم زي الناس نكمل صيامنا نشأل لنا بطارية نشتري بطارية ولو أنها هي غالية وما فيه والناس مشكلة لها يعني قادرة تأخذ في بعض الناس أنا أعرفهم يأخذوا قروض عشان يصوموا يعني عشان يشتروا البطاريات هذه وغيرها مع غياب خدمة الكهرباء بات من اللافت ازدهار أسواق البطاريات والمولدات الكهربائية ومؤخرا انتشرت تجارة ألواح الطاقة الشمسية بشكل ملفت لكن الكثير من المواطنين يعجزون عن توفير أي من هذه البدائل لارتفاع أسعارها طبعا كهرباء عدن تعيش وضع مأساوي للغاية بسبب الفشل وفساد الحكومة الشرعية المتمثل بعد من الصيانة العمرية وتوفير قطاع الغيار اللازمة للمحطات المركزية يعني تسع محطات مركزية داخل عدن قدرتها التوليدية تنتيج اليوم حوالي 69 إلى 70 ميجا وسط هذا الوضع المتقلب الذي يعاني منه المواطن في عدن يظل تساؤل المواطنين في مدينة عدن حاضرا حول دور السلطات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة ومكاتبها التنفيذية بالإضافة إلى المجلس الانتقالي وعجز الجميع عن توفير أبسط متطلبات الحياة للناس حنين جمال بالقيس عدن